جندة رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية سالح كيفزابو كانت حافلة هذا اليوم الخميس الخامس عشر من ديسمبر للعام الفين واثنين وعشرين فبعد ترأسه للمجلس الغير عادي لأعداء حكومته الوزير الأول استقبل وفد النادي الأسود الدولي بقيادة حاكم المنطقة رقم أربعمائة وثلاثة بي واحد الوفد جعل يقدم لرئيس الوزراء التهاني على تعيينه في هذا المنصب وكذلك التحدث معه حول المشاريع والنشاطات ذات التابعة الاجتماعي الإنساني التي تقوم بها المنظمة نادي الأسود الدولي منظمة دولية للمساعدة الاجتماعية تأسس في أكتوبر من العام سبعة عشر وتسوعمائة وألف ويهدف إلى التنمية والتفاهم بين شعوب العالم إضافة إلى تطوير أسس الحكم الرشيد والمواطنة المثالية والاتثمار في الرفاهية المدنية الثقافية الاجتماعية لعقلية الشعوب هذا ما أبان به رئيس الوفد الزائر نادي الأسود يضم في عضويته أكثر من مليون وأربعمائة عضوا حول العالم دخل إلى شات في العام ست وخمسون وتسوعمائة وألف بتأسيس نادي أنجمينا للقدامة اشتركوا في القناة